اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يجبع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات تعاون ثنائية متميزة مبنية على أسس راسخة من أواصر المحبة والإخاء الممتدة والتي يؤكدها دائما حضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله والتي انعكست على وحدة مواقف البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشيدا سموه بالدور الذي تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة ضمن التحالف العربي لدعم شرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأشار سموه إلى التنسيق المشترك بين البلدين الذي مكنها من الدفاع عن الحق في كافة القضايا التي تهم المنطقة وثباتها على مواقفها التي تصب في صالح بلدانها وشعوبها أمام المحافل الدولية والإقليمية مقدما الشكر لدولة الامارات على مواقفها الداعمة والمؤيدة لمملكة البحرين على الدوام والتي تؤكد مدى ما وصلت إليه علاقات البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضبية صباح اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد ألنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ترافقه معالي نورة بن تمحمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حيث رحب سموه بزيارة سموه إلى المملكة وترأسه لوفد بلاده في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة في دورتها الثامنة متطلعا سموه أن يسهم هذا الاجتماع في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعد وعلاقات البلدين والشعبين الشقيقين عبر زيادة التكامل والترابط بما يفتح آفاقا جديدة في مسار هذه العلاقات وأعرب صاحب السموه الملكي ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن تهنيه للامارات قيادة وشعبة بالإنجاز الذي حققته بإطلاقها القمر الصناعي خليفة سات بالاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة مؤكدا بأن أي إنجاز تحققه الإمارات هو إنجاز للبحرين وأن هذا النجاح هو مصدر فخر لكل خليجي وعربي من جانبه أعرب سموه شيخ عبدالله بن زايد ألنهيان عن شكره لصاحب السموه الملكي ولي العهد نايب القائد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام في تعزيز علاقات البلدين والشعبين الشقيقين منوها بما تسهم به اللجنة العليا المشتركة من دعم لكافة جوانب العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين